في إطار الإسهام في دعم طبعاً نواتش جاعة لؤلاء الطلبة متفوقين أولاً أريد أن أدي ملاحظة تتعلق بملاحظة عامة ويتتحلق بعدم مشاركة المرأة في التعليم الشرعي هذا خطأ كبير يجب أن نتفاده نحن نريد أن تخرج من نظور عالمات المغرب فيه سباق العالمات تلاحظون أن هناك دروس حسنية تسيم فيها العالمة المغربية ويجب أن يكون هذا الجهد الآن هو مبارك تستفيد منه المرأة كذلك طبعاً المنسبة للتنوي هذا واضح وكذا لا يغني والعالمة الآن المرأة في الجانب هذا الشرعي الآن تعطي عطاء كبير والمجتمع لا يمكن أن يطير بجناح واحد المرأة درم تكون عالمة وفي موقعها سيبقى الخارج اللائم الموجود في المجتمع لأن المجتمع هو هذا والمرأة الآن الوائضة المرشدة هذا مرحلة ولكن نحتاج إلى المرأة العالمة المفتية التي تردت فلذلك أرجو أن يفكر المجلس العلمي وكل من يعنيه الأمر هذه القضية بأن السنة مقبلة سنكون بشينا في هذا الطريق سننعلم المرأة لأن هذا الخطأ الذي ارتكبناه قديما ونحن نكرره الآن وكثم الناس يتحملون قضاء المرأة وهم لا يريدونها إنما يريدنا نحن أولى بأن نتحدث عن المرأة ونذكر فيها فيما بعد إن شاء الله ثم القضية الأخرى وهي أن نحاول دعم بعض الطالبين أولين إن شاء الله نطمح الجائزة للمجلس العلمي أو المجالس العلمية كلها خمسة ألاف درهم لذلك الأوائل زوج واحد طالبة سنعطوها إن شاء الله لجلسة النظر ولكنها موجودة في مؤسسات عائشة الشاطئة تتعلم العلوم الشرعية هي ديالة النظر ولكنها موجودة سنعطوها إن شاء الله باش يكونوا لاستفدوهم ثلاثة ودائما يجب أن تكون المرأة مستفيدة ومشعور بأنها في صلب من اهتمام المجال الإسلامي وشكرا